زي ما بيتقال كده الكلام عدى الجمال دي مش اغنية دي فعلا حقيقة بس في الوصفة دي الناس اللي بتحبوا او عشاء القهوة يشوفوا بقى الوصفة دي ويجربوها الله على الطعم والجمال على حبات القهوة دي او البسكوت دو بجد مرمل جدا طعمه حلو قوي ما تنسوش بقى كوباية الناس كافيل بلاك او شاي بحليب او القهوة تليق مع كل حاجة صريعة التحضير بمقادير كلها في البيت وتفرجي واستمتعي بالجمال والطعم الخطير ده شايفين قد ايه البسكوتة ذات نفسها متماسكة طعم القهوة باين جدا فيها هتحبوها قوي والناس اللي بيحبوا القهوة او عشاء القهوة جربوا الطريقة دي وهتحبوها جدا جدا هتمنى تعملوا لايك وشير ولو لسه مش تقشوش في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وقولولي ايه رأيكم في التعليقات وايه الوصفة الجاية اللي احنا نحضرها مع بعض ويلا بينا على المقادير ونشوف الطريقة يلا بينا نشوف المقادير والطريقة مع بعض عندي هنا كوبال لربع من الزبدة طبعا الزبدة درجة حرارة الغرفة عشان تعرفي ايه تشتغلي بيها انا هنا هستخدم كمان المضرب اليدوي لانه طبعا متوفر في كل بيت ومش هستخدم الكهربة دفت عليهم نص كوباية سكر بودرة وهبتدي اقلبهم كده مع بعض شايفين عشان الزبدة طبعا درجة حرارة الغرفة فبتبقى معايا قد ايه سهلة بعد ما اقلبها كويس واتأكد ان انا انها دابت آآ السكر بضيف عليها صفار من البيضة ورشة من الفانيليا وهبتدي برضو اقلب كل المكونات هجيب بقى المضرب كده بتاعنا وابتدي اخلط كل المكونات مع بعض بعد كده هيكون معايا كياس النسكفي ده النسكفي البلاك حطيت عليهم معلقة من الميا عندي هنا خمس كياس ممكن طبعا آآ ببتدي بقى كده اخلط كل المكونات مع بعض هيكون معايا هنا معلقتين كبار من النشا هضيف عليهم كوباية من الدقيق وهبتدي اقلبهم مع بعض طبعا مع كوباية الدقيق برحط رشة بسيطة من الملح هاخدها بقى كده وهبتدي اكورها بالشكل ده هعملها كده زي شكل حبات القهوة اول حاجة هتكورها وبعد كده هبتدي ان انا اعمل لها الخط آآ في المنتصف آآ هنا بقى حبيت ان انا اشارك كلها دي والصراحة انجازه معايا جدا جدا لانها بتاخد وقت في في التشكيلة ذات نفسها هما ابتدوا بقى يسعدوني وابتدوا يعملوا هما الحبات آآ شايفين طبعا ممكن طبعا تشاركوا ولادكم آآ دي ابسط من البساطة يعني حبيت اللي انا آآ اوريكم كمان دي ابسط من البساطة يعني لو اطفالهم صغيرين وابتدوا انهما يعملوها منتهى السهولة خلصنا بقى كده وهبتدي بالبسط بالتيولة بتدي اعمل خط كده في المنتصف بالشكل دوت عشان تديني بس الشكل آآ حبيت القهوة ويكون طبعا في الوقت دوت الفرن عندي آآ شغال من قبل وهبتدي احطه في الرف الوسطاني بياخد معاكم تلت ساعة ما بفتحش عليه الشواية اول ما بيطلع ما باجيش برضو جنبي كده لما برد معايا شايفين البسكوتة ذات نفسها آآ قد ايه قوامها شايفين ما شاء الله كله واخد لون حلو قوي بص ما شققتش معانا ولا اي حاجة وكانت معانا جهزة شايفين بقى الجمال شايفين قد ايه مرملة تعمها حلو جدا سنشوش بقى آآ كوباية النسكفي او القهوة او الشاي بلبن اللي انت عاوزينه بتليق على اي حاجة الناس او شاء القهوة هيحبوا قوي الوصفة دي اتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو واتمنى لو لسه مشتركتش في قناتي ياريت تشتركوا في القناة واتنوروني وتقولي ايه رأيكم في التعليقات على وصفة النهاردة وايه لو حابين الوصفة الجاية ان شاء الله نحضرها مع بعض اسمتكم فرعاية اللي باي باي واستنوني فيديو جديد